السلام البنات كديري لبس عليكم اتمنى ان شاء الله تكونوا باخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وتما كتشاهدوا هاد القناة اليوم مع فيديو جديد موضوع مهم بزاف اكيد ان بزاف منكم سمعوا على وصفة القرنفل اللي كتساعد على الحمل كيفما كان عرفوا بان القرنفل معروف بزاف بالفوائد دياله والاستخدامات دياله في عدة مجالات منها المساعدة على الحمل قبل ما نبدأ هاد الفيديو حاولوا توصلوا للفيديو الاكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ويوصل لجميع السيدات باش تكون عندهم فكرة على هاد النبتة هاد وشنو هما الاضرار والفوائد ديالها شكون اللي ممكن يستعمل هاد الوصفة وشكون اللي منوع لهاد الوصفة واللينا كنشوفه مؤخرا بزاف ديال الوصفات اللي في الغالب ما كانعرفوش المصدر ديالها اللي كيقولو كتساعد على الحمل ومن بينها هاد الوصفة ديال القرنفل اللي دار تضجف مواقع التواصل ولكن قبل ما تدري اي وصفة خاص قدروري تعرفي شنو الفوائد ديالها وكذلك تعرفي اتا الاضرار ديالها وكذلك شكون ممكن يدير هاد الوصفة وشكون السيدات اللي ممكن تسبب لهم مضاعفة على الصحة ديالهم بحكم ان كل سيدة كتختلف على الاخرى كين سيدة اللي يعني السيدات ما عندهم تا مشكل صحي كيف ما كين سيدات كيعانيهم من امراض مزمنة شنو هما فوائد وادرار القرنفل وش فعلا هاد الوصفة كتسبب نزيف او كتأخر الدورة او كتقدر تجي الدورة قبل موعد ديالها هاد الاسئلة كلها غنطرحها وكذلك الجواب ديالها غيكون في هاد الفيديو بقاي معايا وتابعي الفيديو اكيد غينا للاعجاب ديالك كيف ما كان عارفو بان القرنفل كيت تعتبر من التوابل بحاله بحال الزعتر بحال القرفة بحال النعناع هو مضاد للبكتيريا والفطريات فيه مضادات الاكسادة فوائد القرنفل متعددة فهو كيحتوي على الالياف على الفيتامينات وعلى المعادن كيساعد على التقليل من الامساك حيث فيه الياف كتقلل من الامساك كيعزز مناعة الجسم فيه فيتامين جيم اللي كيقويل لنا المناعة كيحافظ على صحة العظام حيث فيه المانغانيز كيحتوي كذلك على الكالسيوم وكينضم مستوى السكر في الدم وكذلك كيساعد على تحسين صحة الكبد وكيف ما كان عرفو بان بزاف ديال السيدات كيستخدموا القرنفل كوصفة للحمل السريع كل زوجين كيبغيوا يكون عندهم اطفال وملي كيتأخر هاد الامر كيوليوا يعني يتقلقوا وكيوليوا عندهم واحد الحالة من الاكتئاب والحزن القرنفل تبتس الدراسة لانه من النباتات اللي عندها دور قوي في تسريع الحمل وكتساهم في تنشيط المبايد من الفوائد دياله كذلك انه كيساهم في التخلص من الدم الفاسد وكينزلوا بدون اوجاع يعني كيساهم في التخلص من اوجاع الدورة الشهرية وكذلك كيخفف الالام المرافقة للدورة القرنفل كيحتوي على الحديد اللي كيزيد من فرص الحمل المبكر بالاضافة الى انه يعني كيحتوي على عدة اشياء وفوائد كينشطولينا المبايد ديالنا كيعمل على ضبط الهرمونات الانتوية وكيقلل من تكيوس المبايد كينضم كذلك مواعيد الدورة الشهرية وبالنسبة للسؤال اللي كيتطرح بزا في التعاليق واش القرنفل كياخر الدورة او كتجي قبل الوقص ديالها الجواب هو ما عنده تعاليقة بتقدم الدورة او تأخرها بالعكس هو كينضم الدورة وكذلك كينضف الرحم وكيخلصوا من جميع السموم والميكروبات اللي ممكن تكون عالقة في جدار الرحم كذلك بالرغم من انه عنده بزا في الفوائد الا انه عنده اضرار الا يعني استخدماته السيدة بكمية كبيرة يعني خاص ديما السيدة تعرف الكمية اللي خاصها تستخدم وتدير كمية محددة ومعقولة باش هكا ما يتسببش لها في الاضرار اللي ممكن تجي من خلال الاستعمال المفرط للقرنفل كيقدر يسبب الاكتار منه نزيف للسيدة اثناء الدورة كيقدر يقلل من مستوى السكر في الدم بشكل كبير وكيسبب هبوط حاد فيه يعني عنده بزاف ديال الاعتار الجانبية بحلقي الغثيان وفقدان التوازن والاصابة بالالتهاب وكذلك ضيق في التنفس يعني التهاب الحلق وضيق التنفس ضروري خاص تقدير الكمية المعقولة والمحددة يعني ما تتفوتش القياس وهكا باش ما تتصابش بهذا الاعراض الجانبية دياله وكذلك بالنسبة لطريقة الاستخدام دياله الصحيحة كيمكنك تخذ يعني اعواد القرنفل وكتخذ ملعقة من عسل النحل وملعقة من الميرامية او السلمية الطريقة ديال الاستخدام هي انك تخذ هاد المكونات يعني القرنفل كتزيدي عليها يعني القرنفل من اللي كتتغلي الماء عاد كتضيفي القرنفل ماشي كتتغلي الماء والقرنفل يعني ما خاصوش يتغلى باش هكما يحافظ على زيوت الطيارة دياله ويعني ما تتطيرش في الغاليان دياله فديما غلي الماء ومن بعد عاد ضيفي لها الاعواد ديال القرنفل من بعد كتخليه واحد يعني واحدة دقيقة وكتضيفي الميرامية أو السلمية الأوراق ديال الميرامية كتضيفهم فوق الماء اللي فيه القرنفل كتخليه خمسة دقائق من بعد كتصفي وكتحليه بالعسل الطبيعي وكتكون هذه هي طريقة الاستخدام الصحيحة وكذلك ممكن تتناوليه فترة الدورة باش تخلصي من آلام الحيض وكذلك تنقي الرحم ديالك بعمق وكذلك هو ركي قوي عضلات الرحم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى لإعجاب ديالكم وتستفدوا من الفوائد ديال القرنفل وكذلك تكونوا عرفتوا أن الاستخدام المفرد كيسب بأضرار فبطبيعة الحال القناة كانت نبغي نوعي فيها وكان بغي نرشدكم باش هكا ما تديروش أشياء خطأة وتكون على حساب الصحة ديالكم يلعجبكم هاد الفيديو بطبيعة الحال خليولي اللايك وتعليق أسفل الفيديو بغيتوني ندير لكم مواضيع يعني قلوها لي في التعالق وهكا غن نزيد يعني نترق لها في الفيديوهات المقبلة كان بغيكم بزاف ما تنسوش الاشتراك في القناة إذا كنتي أول مرة كتشوفي القناة وأعجبك المحتوى إلى اللقاء مع فيديو مقبل إن شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة